النهاردة وزي ما عودتكم بنحب دايما نتكلم عن مصير روايدة وكمال في الحلقة اللي جاية من مسلسل حيرة وتعالوا النهاردة نشوف مصير روايدة وكمال وهند ووسام من الحلقة رقم 49 من مسلسل حيرة واللي حيحصل ان هند هتتكلم مع وسام في ان هم لازم يفرقوا بين كمال وبين روايدة وان يبدأوا الخطة بتاعتهم سواء ان هم يعطلوا موضوع الشغل بتاع كمال او يبوزوا موضوع البيت المهم ان هم يفرقوهم عن بعض وخلاص وده فعلا اللي بيتم لما وسام يسمع كلام هند ويروح على التاكسي بتاع كمال ويسرق الفلوس ان المفروض يروح يسلمها الرئيسه في الشغل ولما يسرق الفلوس دي بيروح بعد كده كمال ويبكتش في سرقة الفلوس وبيقول للرئيس ان هو مش لاقي الفلوس عنده وساعتها الرئيس بيتهم كمال ان هو اخذ الفلوس دي وهو اللي سرقها وان هو بيعمل شويتين دول عشان طمعا فيه الفلوس بتاعت التاكسي لكن طبعا كمال بيقوله لا أم حصلش وأنا فلوس سرقت من عندي وبيتخان أخناها كبيرة جدا مع بعض بينتهي الحال أن كمال بيسيب الشغل وبيروح زعلان لروايدة وبيقول لها أنه هو ساب الشغل وأنهم حيأجلوا موضوع جوازهم اليومين دول لحد ما لقى الشغل جديد وبيكون السبب في كل ده وسام اللي بيكلم هندو بيقولها أن الخطة نجحت وأنه خلاص تم طرد كمال من الشغل طبعا بتبقى فرحانة جدا وبتقول إن دي أولها وأكيد لازم حيرجع ويحس أنه هو الوحد ويحس أنه هو من غير فلوس ومن غير أي حد يدعمه وأكيد حيرجع لي بعد كده وبيدبروا هندو وسام المؤامرات ضد كمال وروايدة علشان يفرقوهم عن بعض وملاقي بعد كده أن هندو بتروح عند وسام بتتكلم معاه في المؤامرات بتاعتهم وكمال بيروح وبيكتشف أن وسام هو اللي عمل في كده وإن هو اللي معاه مفتاح التكسي بتاعه وإن هو ممكن يكون سرق الفلوس دي علشان خاطر يورطه وطبعا بيشوف هند هناك وبيعرف إن هما متفقين عليهم علشان يبقى وزع لقتهم مع بعض ولسا تسريبات كتير ومقاطع كتير من مسلسة الحيرة والفيديو بتاع بي خلاص ويربي يكون نال إعجابكم هنشوف إي اللي ممكن تعمله هند مع وسام بالفترة الجاية وده كان مصير كمال وروايدة في الحلقة رقم 49 من مسلسة الحيرة أشوفكم على خير في فيديوهات كتير باي باي